بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا ومرحبا بك عزيزي الطالب مع درس جديد في مادة التربية الإسلامية للصف الحادي عشر درسنا اليوم بإذن الله تعالى في حفظ سورة الصف من الآية الأولى إلى الآية الخامسة وقبل أن نبدأ في تلابة الآيات دعونا نتذكر شيئا من فضاء لقراءة القرآن الكريم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها عند آخر آية تقرأها الله أكبر فضل عظيم وشرف عظيم يستحقه صاحب القرآن قارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي أي ارتقي في منازل الجنة وارتفع في منازل الجنة وفي درجات الجنة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا إذن هذا الشرف وهذه المكانة وهذه المنزلة لأن لسانه كان رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى وكان لا يفتر عن ذكر الله جل وعلا ليلا ونهارا وهذا شرف وأي شرف وما هي منزلة هذا الرجل ما هي منزلة هذا المسلم أو منزلة هذه المسلمة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كلما زاد نصيبك من القرآن رفعك الله بها منزلة في الجنة ما أعظمه من فضل نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا من أهل القرآن إنه جواد كريم بعد أن ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نتكلم عن أهداف درسنا لهذا اليوم فنتوقع من الطالبي أن يحقق ثلاثة أهداف الهدف الأول أن يتلو الآيات تلاوة صحيحة الهدف الثاني أن يفسر معاني المفردات والهدف الثالث أن يحفظ ما تيسر من الآيات وقبل أن نشرع في قراءة الآيات وتلاوتها لا بد أن تعلم عزيز الطالب بأن سورة الصف سورة مدنية أي أنزلت بعد الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدد آياتها أربع عشرة آية أي أنها من السور القصيرة وهذه السورة تكلمت عن الجهاد في سبيل الله وعن فضل الجهاد في سبيل الله ومنزلة المجاهد عند الله جل وعلا وبينت كذلك حال المنافقين الذين لا يوفون بعهدهم والذين يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويكيدون للإسلام والمسلمين والآن عزيز الطالب لنستمع إلى هذه التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين والآن وبعد أن سمعنا الآيات الكريمة دعونا نبحر في معاني هذه الآيات العظيمة هذه الآيات التي مرت معنا يقول الله جل وعلا سبح لله ما معنى سبح لله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي نزهه وقدسه فإذا قلت سبحان الله أي أنا العبد المسكين أنزه الله جل وعلا وأقدس الله جل وعلا وأعظم الله جل وعلا عن كل نقص وعن كل عيب هذا هو التسبيح قال الله جل وعلا بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون هذه صفة من صفات المنافقين أنهم يقولون ما لا يفعلون فقال الله عن ذلك كبر مقتا عند الله ما معنى كبر مقتا عند الله كلمة مهمة لا بد أن نقف على معناها كبر مقتا عند الله أي عظم كرها عند ربكم والمقت هو أشد الغضب إذن يشتد غضب الله على أولئك الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وبهذا ينبغي أن يتحل المسلم بالصدق وأن يلازم ظاهره باطنة وأن يبتعد عن الرياء وعن كل صفة من صفات المنافقين ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك عن قوم موسى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ما معنى زاغوا لما زاغوا أي مالوا عن الحق بعد أن علموه علمهم نبي الله موسى عليه السلام ودلهم على الصراط المستقيم ولكنهم مالوا عن هذا الصراط وابتعدوا عنه لما زاغوا بماذا عاقبهم الله جل وعلا عاقبهم بمثل فعلهم فقال الله جل وعلا أزاغ الله قلوبهم أي أن الله جل وعلا صار فقلوبهم عن الهدى عقابا لهم ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك والله لا يهدي القوم الفاسقين الفاسقون هم العصاه وتطلق كذلك على المنافقين هذه أبرز المعاني التي وردت معنا في كلام ربنا جل وعلا والآن عزيزي الطالب صل بين الكلمة ومعناها إليك هذه الكلمات الواردة في الآيات وهذه معانيها اجتهد وفكر وتذكر وصل بين الكلمة ومعناها ولكي أقرب لك الجواب وأعينك على هذا السؤال سأجيب عن السؤال الأول وعن الكلمة الأولى قال الله كبر مقتا ما معنى كبر مقتا عند الله أي عظم كرها عند ربكم والمقتو هو أشد الغضب هذه الكلمة الأولى وبقيت ثلاث كلمات اجتهد في الإجابة عنها بعد أن تلون الآيات وتعلمنا معاني المفردات يبقى الآن الواجب عليك أنت أنت عزيز الطالب يجب عليك أن تحفظ الآيات من الآية الأولى إلى الآية الخامسة ولا تسوف عمل اليوم إلى الغد ولا تؤجل أعمالك إلى يوم غد الآن الآن بادر في حفظ الآيات وليكن سعيك دائما في حفظ كلام ربنا جلا وعلا وهناك خطوات مهمة لا بد أن تتعلمها عزيز الطالب حتى تحفظ القرآن الكريم بعض الطلاب يشتكون من عدم القدرة على الحفظ وبعضهم يشتكي ضعف ذاكرته وغير ذلك إليك عزيز الطالب هذه الخطوات المهمة التي تعين على حفظ القرآن الكريم أول خطوة وأهم خطوة لا بد أن تبدأ بها أن تخلص النية لله جل وعلا فإذا أردت أن يوفقك الله جل وعلا في حفظك فليكن حفظك خالصا لوجه الله ليكن حفظك خالصا لوجه الله وكيف يكون ذلك بأن تقرأ القرآن تعبدا لله جل وعلا فتكون النية عندك أنك قرأت القرآن تعظيما لله جل وعلا وحبا لله جل وعلا ورجاءا للفضل والثواب من الله جل وعلا وخوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى هكذا فلتكن نيتك الخطوة الثانية اقرأ الآيات بلسانك وليكن لسانك رطبا من ذكر الله إياك أن تشغل لسانك بغير القرآن وبغير ذكر الله تعالى فقرأ الآية بلسانك وكررها ولا تكتفي بمجرد السماع فإن السماع هو بداية الفهم وبداية الحفظ ولكن إذا أردت أن تكون حافظا فليلهج لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى أضف إلى ذلك أنصحك عزيزي الطالب بأن تقتني مصحفا يحوي على أبرز معاني المفردات في القرآن الكريم تفسيرا مختصرا لكتاب الله جل وعلا حتى تفهم المعاني فيسهل عليك حفظ القرآن ثالثا من الخطوات المهمة أن تكرر الآيات كرر يا عبد الله واتل الآية تلو الأخرى وكرر الآية المرة بعد المرة حتى تستقر في نفسك وحتى تقر في قلبك فلا تنساها فلا تنساها إلا أن يشاء الله إذا أردت أن تحفظ القرآن فكرر الآيات وقد قال العلماء قديما ما تكرر تقرر رابعا من الخطوات المهمة التي تعين على حفظ القرآن التسميع وتصحيح الخطأ فإذا أخلصت النية وتلوت الآيات بفهم معانيها وكررت ذلك فلا بد أن تتخذ شيخا لك تسمع له الآية اذهب إلى إمام المسجد عندك اذهب إلى معلمك إلى أستاذك إلى والدك أو والدتك اذهب إلى أخ أو صاحب أو صديق اذهب إلى من ينفعك في دينك ودنياك وسمع له الآيات اتل الآية تلو الآية وليصحح لك الخطأ هذا هو سبيل التسميع هذا هو سبيل حفظ القرآن الكريم فإذا فعلت كل ذلك فإنك تنال شارف حفظ القرآن الكريم نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن والآن عزيزي الطالب أرجو أن تجتهد في حفظ الآيات فإذا أتممت حفظ الآيات فأجب عن النشاط الآتي من خلال حفظك للآيات المقررة اكتب ما يدل على المعاني الآتية المعنى الأول كل ما في الكون يسبح لله تعالى اجتهد وفكر ثم اكتب إجابتك والمثال الثاني ما هي الآية التي تدل على فضيلة الجهاد وعلى الوحدة والاتفاق استحضر الآية وقم بكتابتها وفي الختام أشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم على أمل أن نلتقي بكم مجددا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم من حفظ سورة الصف إلى ذلكم الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته